اهلا بكو كلام موزون النهاردة وهنتكلم عن حالتك النفسية وسمنتك من نفسيتك يعني زي ممكن نفسيتي او حالة النفسية هي اللي ممكن تكون سبب في مشاكلي مع وزني ومشاكلي مع جسمي يعني ايه سنتك من نفسيتك ثلاث مشاكل نفسية ديها مرتبطة بالاكل والشرب ومرتبطة بالوزن ايه هما الثلاث مشاكل دولت او ايه هما الثلاث اضطرابات نفسية اللي مرتبطة بالاكل والشرب والوزن اول حاجة اللي هي الانروكسيا يعني ايه الانروكسيا يعني الانروكسيا اللي هي حرمان النفس او حرمان الجسم من الاكل تماما باستخدام يعمل امتناع عن تناول الاكل او استخدام ملينات او مدرات البول او استخدام ادوية تخصيص عشان تسد النفس عشان الشخص او الفتاة هي طبعا الثلاث اضطرابات اللي لها علاقة بالوزن الاضطرابات النفسية اللي لها علاقة بالوزن والاكل بتسعين في المية عند البنات تبقى موجودة عن تسعين في المية عند البنات عشان كده الكلام هنوجهه للفتاة والتسعين في المية من البنات دولت تمانين في المية منهم في سن اللي هو من 11 سنة لسن البلوغ فالانروكسيا الانروكسيا نيرفوزا دي امتناع تماما عن الاكل او احساس بالزنب لو كلت وما بتاكلش يعني بدرجة ان هي بتبقى يعني وزنها بيضعف بدرجة شديدة انها توصل لنحافة يعني بتوصل يعني الفين ما اي بتاعتها بتوصل ل17 وده بيبقى نقص خطر لان لو نزل عن السبعتاشر ووصل لاربعتاشر ممكن وظائف المخ تتأثر وممكن بيحصل فيها في بعض الاحيان وفيات يعني بتحصل مشاكل صحية لدرجة ان ممكن يحصل فيها وفيات الانروكسيا نيرفوزا دي لو وصلت لمراحل متقدمة لازم تتحجز الفتاة بيات فما صحها عشان تاكل غصبا عنها تاني اضطراب نفسي ليه علاقة بالاكل اللي هو البوليميا يعني فيه بعض الفتيات ودولها بيبانوا يعني يعني الانروكسيا بتبقى يعني بتبقى جلدة على عظم البوليميا بتبقى يعني وزنها يعني مليان سنة او يعني وزنها كويس بس يميل للامتلاء سنة دي بتعمل ايه؟ دي تملي بتروح واخدى بعضها ووكلة في حتة بعيدة عن الناس وبعد ما بتاكل بتخش تراجع كل الاكل اللي قاله بتلتهم كمية كبيرة جدا من الاكل في زمن قليل جدا دول البوليميا بتخش الواحدة كده تفتح التلاجة تطلع مثلا بتاكل كميات مهولة من الاكل وبعد ما بتاكلها بتخش تراجع دي طبعا بتسبب هي اعتقادا منها ان هي كده ما خدتش قيمة الغزاء او ما استفدتش بالاكل وبالتالي كده هتخس طبعا لا هي بتاخد طبعا كم من الصغرات بتقلل الصغرات بس حوالي 200 او 300 صغر حراري هي اللي بتعملها ان هي ما بتستفدش بالعناصر الاساسية بتاعت الاكل والبيتامينات اللي موجودة في الاكل وممكن مع الوقت لان دولت بيعودوا فترات طويلة مش بتوعود مثلا بتعمل الكلام ده مرة ولا مرتين لا ده بتعملها سنين فممكن يجي لها نتيجة ارتجاع العصارة المعدية على المريء باستمرار ممكن تسبب التهابات في البلعوم والمريء وبعض الاحيان بيتحول لسرطان في البلعوم والمريء دي الحالة التانية من الاضطراب النفسي اللي مرتبط بالسمنة طب الحالة التالتة ايه؟ الحالة التالتة حاجة اسمها الاندفاع نحيط الطعام بنهم يعني اللي هو اسمها بينج ايتنج يعني بيسمها بالنميزة بينج ايتنج يعني ايه؟ تندفع ناحية الطعام بنهم وعلى فكرة ممكن التالت حالات يرتبطوا ببعض يعني ممكن واحدة الاندروكسة دي تاكل وترجع وممكن البوليميا تاكل أكل كبلايل وترجعه وبرضو كلهم يعني في التالت حالات عايزين يوصلوا يعني الوزن بتاعهم عامل لهم وسواس عامل لهم هس هس في حياتهم فبيعملوا الطريقة دي واحدة انروكسيا وواحدة بوليميا والتالتة بينج البينج ايتنج دي بقى يعني بتبقى عامل رجيم وحاربة نفسها وفجأة تندفع نحو اكبر قدر ممكن يعني شو له الاكل من قدامي الحالة لا حسنا يعني مش انا مش هقوم غلى مخلص الاكل اللي قدامي ده كله ده البينج يعني اللي هو التهام او الاندفاع نحو التناول اكبر قدر ممكن من الطعام طالما الطعام موجود قدامي وبتشعر بعد كده بتقنيب الضمير وضميرها بيقنبها بس بترجع تبتدي تعمل رجيم تاني دي بنلاحزها ازاي بقى انها بتخس شوية وبتدخن شوية بتخس شوية وتدخن شوية يبقى الثلاث حالات اللي مرتبطين نفسيا بعملية انقاص الوزن اللي هما حالة الاركسة اللي هي بتنتنع تماما عن الاكل ودي اخطرهم حالة البوليميا خطيرة برضو لانها ممكن مع الوقت مع الفترات طويلة ممكن تسبب مشاكل صحية في الماء ده وفي البلون الحالة الثالثة اللي هي اخفهم ضررا اللي هي البينج او التهام كميات كبيرة جدا من الطعام يعني اللي هي موجة اللي اندفاع نحو التطعام ودي برضو بتخليها تخش في مشكلة الوزن يزيد ويقل اللي هي اليو يو ضايد دول الثلاث حالات اللي مرتبطين نفسيا بمشكلة زيادة الوزن والاكل اخبارنا النهاردة لزيزة جدا يعني خبرين مختلفين تماما عن بعض واحدة اتجوزت واللي جوزها اتجوزها عشان هي تخينة ولما قعدوا متجوزين تلات اربع سنين مبسوط ديها كان وزنها مية واربعين كيلو اللي حصل ان هي ضهرها واجحها راحت للدكتور بتاع الازم قال لها لازم تنزل وزن نزلت وزنها عملت ريجيم من واق يعني جوزها ما يعرفش رجل بيحب الست التخينة وتجوزها وهي مية واربعين كيلو فجأة لقاها مية وعشرين كيلو انت ايه دا خستي ليه انت معرفش انت تعدمت رغم انها اكيد مية وعشرين كيلو لما بقت مية وخمسين لما بقت مية وخمستاشر كيلو راح مطلقة ما عجبهوش ان هي تخس لان هو اتجوز حالة اتجوز مية وخمسة واربعين كيلو لما لقى مية وخمستاشر كيلو راح مطلقة العكس بقى واحدة قعدت متجوزة خمستاشر سنة وجوزها تلع له كرش بقى يشخر وهو نايم طلبة الطلاق لانها مش بتعرف تنام مقاعدة فترة طويلة القاضي مرضاش يحكم لها بالطلاق لان دي حالة مرضية غصبا عن الزوج لكن القاضي نصح الزوج ان هو يعمل رجيم عشان حياته الزوجية تستمر ويبقى سعيد في حياته دراسة دراسة بتقول ان ان الشوكولاتة لها دور في موضوع والسعادة والحالة النفسية اه الشوكولاتة السودة اللي هي اللي فيها نسبة كاكاو عالية يعني كل ما نسبة كاكاو كانت عالية في الشوكولاتة كل ما شوكولاتة كمان كان طعمها مرة اكتر الشوكولاتة المرة يعني اللي هي اللي فيها نسبة كاكاو اكتر من تسعين في المية ليه لان الكاكاو فيه البولي فينيلز دوت بتعمل ايه بتدي بتزيل السترس وبتضيع السترس من على الجسد. عشان كده الناس اللي هم عندهم استرس وعندهم ضغوط أو توطرات من حتى لو من الرجيم ممكن نقوله ممكن ياخد حتة شوكولاتة داكت شوكولات حتة صغيرة مش يعني لأن صغيراتها برضو محسوبة لأن 50 جرام في عام 2 و50 سوارة حارية يعني فبنقوله ياخد حتة صغيرة عشان تزبط له الموت شوية دراسة تاني بتقول أربع خطوات لخسارة الوزن دون سمنة عندك جوع تناول الطعام وكل ما تشتهي بكمية ليلة وذلك للتخلص من الأعراض أو المشاعر السلبية تجاه الطعام وبجانب الأكل أمضغ ببطء جديد وعدم تناول الطعام حتى بإحساس بالامتلاء التهم التوتر طبعا في وانا بعمل رجيم ممكن يعني أثناء عمل رجيم بيحسد بعض التوترات ويبقى الواحد متوتر وعصابه مجدولة عشان تدعى التوتر دا أسهل حاجة تعملها انضغ لبانا بدون سكر أو لبانا اللي هي ببداية للسكر أو اللي هو بتاع الرجيم دا طول الوقت انضغ لبانا وخلاص دا هتديك أحساس بس انك انت بتاكل أي حاجة دا عشان نباع التوتر وإحنا بنعمل رجيم فيه يعني فكرة غلط جدا الناس كلها بتقع فيها ويبتجي تعمل لما تتجي تعمل رجيم تقولك أنا أخس عايز أخس بسرعة وعايز أخس أسرع وقت ممكن وعايز في تلات أربعة تيام أخس معرفش خمسة ستة كيلو سبعة تمانية كيلو عشرومية كيلو الكلام دا طبعا ما ينفعش خالص أو ما ينفعش ان احنا نعتمد عليه أو يعتمد أصلا ليه لأننا ما بتخنش في يوم وليلة أنا ما بصحاش الصبح على نفس تخين أنا بععد سنين أتخن أععد أياكل والأكل دا على على شهور وعلى سنين بيتخزن جوا جسمي ما ينفعش اللي أنا أكلته في سنين أقول لا أنا عايز أخلص من الدهون دي في تلات أربعة تيام لا طبعا الكلام دا ما ينفعش وده على فكرة اللي بيعمل توطر وبيعمل لمعظم الفتيات اللي هما في سن المراهقة اللي هما بيشوفوا الموديلز قدامهم وبيشوفوا فتيات الفيديو كليب وبيشوفوا شكلهم عامل إزاي آه نفسي أبقى أعمل كده بصت مسيطرة عليها فكرة في دماغها فكرة بقى البوليميا اللي هي الترجيع أو فكرة الأنروكسة اللي هي امتناء عن الأكل أو لو جالها إحباط تروح ده سيطرة عليها فكرة البنج اللي هي تلتهم أكبر قدر ممكن من الأكل في وقته قليل عشان كده بنقول إن السلوك الغذائي لازم يتغير بالتدريج مش فجائي يعني لازم ولازم لما أجعمل برنامج غذائي أعمل البرنامج الغذائي اللي أنا هقدر أستمر عليه لفترة طويلة مش أعمل برنامج غذائي ثلاثة أربعة أيام وأقدر مسك نفسي ثلاثة أربعة أيام وبعد كده أرجع بنج اللي هو الاضطراب النفسي بقى يعني اللي هو تيجي لي بقى الموجة بتاعت اللي اندفع لأناول أكبر قدر ممكن من الطعام نتيجة إن أنا عملت تغيير مفاجئ في السلوك الغذائي بتاعي عشان كده بنقول إن الرجيم المعتدل المتوازن مهم جدا عشان مهم جدا إن أنا أقدر أستمر عليه لفترة طويلة النهاردة برنامج لمدة عشر تيام وهنقدم فيها عناصر أكل مختلفة وغريبة شوية ما كان نهاش قبل كده أو ما بتعتمدش كتير في برامج الرجيم ودي طبعا عشان يعني لو أنا بعمل الرجيم لفترة طويلة وعايز أخرج من استرس الرجيم أو من التوتر اللي الرجيم عملهوه لي أو نفسيتي تعبت من الرجيم أغير نوع الأكل اللي أنا بأكله شوية فبنقول الفطار يعني يعني هرجعه تاني يعني في بعض الناس بتقول أنا ما بحبش أفتر هنقلل الفطار شوية عشان نريح بس لازم أكل حاجة لازم أنضح حاجة فبنقول الفطار بورتقانتين أو طفحتين زياد قهوة أو شاي بلبن والغدا عندنا ثلاث اختيارات نص بيتزا زياد صلاتة خضرة أو اتنين طعمية وربع لغير فو صلاتة خضرة أو خمس معالي كوشاري وصلاتة خضرة أنا غيرت السيستم خالص غيرت نوعية الأكل عشان الناس اللي بيجي لها استرس وهي بتعمل رجيم تتطلع من الاسترس دوت بنوعية أكل مختلف بالتانية خالص بين الغدا والعشا صمريت فاكهة معيدة تين والعنب والبلح والموز والمانجا والعشا عندنا ثلاث اختيارات ربع رغيف وثلاث معالي فول وصلطة أو خمس معالي جبنة قريش وبيضة وخيار أو كبايتين زبادي وصمريت فاكهة البرنامج ده بيعملوه الناس اللي هي جسمها ما بينزلش اللي هو بقاله فترة عامة يجي موجسمه ما بينزلش فبنتر نغير بناخد كاربوهايدريتس بطريقة معينة بأكله هو بيستلز طعمه مشاعره بتروح ناحيته عشان يقدر يستمر في عملية انقاص وزنه بعد كده اشتركوا في القناة